أهلا بكم كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الإسبوعي بالحجاج في قاعة بوليس السادس في الفاتيكان أكد قداسة البابو فرانسيس في حديثه لجموع الحاضرين الناطقين في اللغة العربية أن الحياة التي تبنى على مبدأ الربح والاستفادة على حساب الآخرين تنتج حتما الموت الداخلي داعيا جماعة المؤمنين أن يكونوا قلبا واحدا ونفسا واحدة للدخول في ملكية مشتركة للجميع وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس في إطار تعاليمه حول المسيرة الإنجلية التي يرويها سفر أعمال الرسل تكلم البابا اليوم عن دينامية التضامن وعن الشركة في الكنيسة الأولى حيث الإفخارستية والصلوات ووعز الرسل وتجربة الشركة قد جعلوا من جماعة المؤمنين قلبا واحدا ونفسا واحدا لدرجة أنهم كانوا لا يعتبرون ملكية خاصة ما هو لهم بل ملكية مشتركة للجميع وأوضح البابا أن الشركة أصبحت هكذا طريقة جديدة للعلاقة بين تلاميذ المسيح حيث الارتباط بالمسيح قد صار ارتباطا أيضا مع الإخوة يترجم في شركة الخيرات المادية ونبه قداسته انطلاقا من مسل حنانيا وسفيرة إلى أن غياب صدق المشاركة يعني السقوط في النفاق والكذب والأنانية وإدفاء نار الشركة والوصول إلى الموت الباطني فالذي يتصرف بهذه الطريقة يمر بالكنيسة مثل السائح الذي يقيم في فندق ولا يعيش فيه كبيته وكأسرته وختاما أكد البابا أن الحياة التي تبنى فقط على مبدأ الربح والاستفادة على حساب الآخرين تنتج حتما الموت الداخلي والآن تحيات البابا باللغة الإطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ريولغو un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba particolare a quelli proveniente dal Libano dalla Giordania e dal Medio Oriente la comunione con Dio si traduce nella comunione e nella condivisione con i fratelli perché se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello è un mentitore chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede Signore vi benedica e vi protega sempre dal maligno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti تترجم إلى شركة وإلى مشاركة مع الإخوة لأنه إذا قال أحد إني أحب الله وهو يبغد أخاه كان كاذبا لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير